كل من أراد شيء عليه أن يلزم المحراب كل من يريد شيء أن يلزم السجود يعني أنا حينما أقف فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا هذا زكريا كان الله عز الحرام هو الذرية فجاءته البشارة أي وهو في المحراب ربيعة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له النبي صلى الله عليه وسلم سل فقال يا رسول الله مرافقتك في الجنة انظر للذكاء ضمن الجنة لكن أريد مرافقتك ذكاء لو أنت سألك محمد صلى الله عليه وسلم سل تقول الجنة لكن هو كان ذكي قال مرافقتك في الجنة ضمنت الجنة لكن أريد مرافقة فقال نبي صلى الله عليه وسلم غير هذا قال هو هذا قال أعني على نفسك بكثرة السجود أقول من أراد الجنة ومرافقة محمد عليه الصلاة والسلام عليه بكثرة السجود فما ظنك من أراد أمر من متاع الدنيا فما ظنك من أراد أمرا من متاع ماذا الدنيا لذا أردت زوجنا أردت أي شيء أسجد لله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل أحب أن يتملق العبد ويكثر من الأعذار